دعاء الإمام السجاد عليه السلام فالصلاة على أتباع الرسل عليهم السلام ومصدقيهم اللهم وأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل الأرض بالغيبة عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب والاشتياق للمرسلين بحقائق الإيمان في كل دهر وزمان أرسلت فيه رسولا وأقمت لأهله دليلا من لد آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله من أمة الهدى وقادت أهل التقى على جميعهم السلام فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في ظهر كلمته وقاتلوا الأباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته فلا تنسى لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاش الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من ساعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرت في عزاز دينك من مظلومهم اللهم وأوصل للتابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم لم يثنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في قفو عثارهم والإتمام بهداية منارهم مكانفين ومآزرين لهم يدينون بدينهم ويهتدون بهديهم يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى أزواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من أطاعك منهم صلاة تعصمهم بها من معصيتك وتفسح لهم في رياض جنتك وتمنعهم بها من كيد الشيطان وتعينهم بها على ما استعانوك عليهم انبر وتقيهم طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير وتبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجائلك والطمع فيما عندك وترك التهمة فيما تحويه أيدي العباد لتردهم إلى الرغبة إليك والرهبة منك وتزهدهم في ساعة العاجل وتحبب إليهم العمل للآجل والاستعداد لما بعد الموت وتهون عليهم كل كرب يحل بهم يوم خروج الأنفس من أبدانها وتعافيهم مما تقع به الفتنة من محذوراتها وكبة النار وطول الخلود فيها وتصيرهم إلى أمن من مقيل المتقين